اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة التصميم باستخدام برنامج باوربوينت في هذه المحاضرة راح نصمم اعلان لشركة سياحية يتضمن الاماكن السياحية في العراق كالعادة من تصميم اعداد الصفحة راح نختار الحجم 16 في 9 موافق وطبعا اكيد راح نتخلص من التكستاريا في البداية راح نضيف صورة وطبعا راح نضيف الصورة الرئيسية وراح تكون خلفية وراح تكون هذه الصورة نصغر العرض نكبر الصورة بهذا الشكل وطبعا من تنسيق اقتصاص راح نقتص الجزء العلوي من الصورة بهذا الشكل ممكن طبعا ينزل الى الاسفل ممتاز الآن راح نضيف هذا الجزء بالاسفل وطبعا نحرص على يعني ان يكون مكتمل الشريحة ممتاز طبعا ممكن ذلك يخرج الشكل عن الشريحة لا بس الآن نكبر الشريحة بهذا الشكل طبعا ممكن ان تكون بهذه المنطقة نحدد هذه الصورة ومن تنسيق اللون نختار هذا اللون مثلا لون جميل وانيق في نفس الوقت جيد الآن راح نضيف صور اللي هي صور الاماكن السياحية هذه الصورة راح نختارها جيد طبعا ممكن انه نتحكم بالارتفاع لعبة اسقلية الآن راح نضيف اشكال من ادراج اشكال من تنسيق خطة تفصيلي نختار هذا اللون وطبعا بلا مخطط تفصيلي جيد طبعا ممكن نضيف تأثير جميل ممكن نضيف شكل مستقيل هذا الشكل يكون بنفس حجم الصورة مع الشكل وطبعا من تنسيق بلا تعبئة ومن المخطط التفصيلي راح نختار وزن قليل ورح نختار لون ممكن ابيض للتجربة نجرب وطبعا من شرط راح نختار مثلا هذا الشكل جيد الآن يطينا تأثير جميل ممكن نحدد الصورة والشكل كليك ايمن عليهم ويحضر الى المقدمة الآن راح نجي نحدد الشكل مع الصورة مع الاطار ورح نستنسقن اربع نسخ طبعا ممكن نجي نحدد النسختين ورح نخليهم بهذه المنطقة ممتاز ممكن نحدد كل الاشكال وطبعا نوسطهم بهذا الشكل نحدد الصورة الثانية ومن تنسيق الشكل نختار الصورة الاخرى اللي هي مثلا صورة الزقورة وايضا نختار صورة الملوية وصورة شلال احمد ممتاز قبل كل شي ممكن نتخلص من المساحة الزائدة للصورة من اقتصاص طبعا اقتصاص من الطرفين ممتاز الان من ادراج مربع ناس رح نرسم مربع ناس ورح نكتب بوابة عشتار طبعا رح يكون تغسيط ونختار فونت مثلا فونت الجزيرة الجزيرة بولد مثلا اكيد رح يكون بلون الابيض طبعا ممكن مربع الناس سيكون بكامل المربع جيد رح نضيف الشرح المختص ببوابة عشتار رح نضيفه بهذه المنطقة طبعا نصغر الحجم ورح نختار فونت اللي هو رح يكون فونت الجزيرة ولكن رح يكون فونت لايت وباللون الابيض ايضا بامكاننا انه نضبط النس ككشيدة صغيرة جميل نستنسخ النصوص في الشكل الثاني طبعا طبعا نجي هنا نكتب زقورة اور ممكن هنا الزقورة نصير اضافة الى القاموس وطبعا مع الشرح البسيط عن الزقورة حتى يجي نفس التنسيق للنص كليك ايمن ونختار هذا حرف الاي حتى يبطينا نفس النسق ايضا نستنسخ النصوص ونخليها بهذه المنطقة المأذنة الملوية او ممكن مأذنة سامراء اكثر شهرة ملوية سامراء وطبعا ايضا نضغط على حرف الاي ممكن انه نصغر النص وممكن انه نتحكم بالارتفاع يعني ممكن من تباعد الاسطر نختار هنانا متعدد ومثلا ممكن 0.8 موافق او ممكن يكون 0.9 0.9 ممتاز جيد الان نشوف النص الخاص بالشلال نص صغير ممكن هذا الجزء يكفي الان شلال احمد اورا طبعا ايضا ممكن استنسخة بهذا الشكل كليك ايمن على هذا حرف الاي وطبعا نضيف الشرح الخاص ب بهذا الشكل كليك ايمن وايضا حرف الاي ممتاز الان راح نضيف النصوص العامة طبعا ممكن هذا النص نستنسخة نخليه هنا ومن تنسيق راح نختار او من الصفحة الرئيسية نختار لون اسود الاماكن السياحية في العراق طبعا ممكن نكبر كتلة مربع الناس ونزيد بالحجم وطبعا العراق ممكن يكون باللون البرتقالي طبعا ممكن نضيف اسم الشركة اهنا ممكن تقدم لكم شركة الذكرة السياحية سفرة ممتعة لاجمل جيد الان طبعا ممكن نزيد بمربع الناس ونقلل الحجم ونختار فونت لايت او ممكن نختار رقلر يعني نجي هنا الى الجزيرة عدنا لايت اللي هو كلش خفيف وعدنا رقلر اللي هو متوسط ممكن بهذا الشكل بهذا المقدار جيد ممكن هذا الجزء اللي هو اماكن العراق السياحية يكون باللون وممكن شركة الذكرة تكون باللون البرتقالي وهذا الجزء يكون باللون الاسود وايضا ممكن شركة الذكرة تكون بالفونت بولد تكون اجمل بهذا الشكل طبعا ايضا ممكن نخليهن سطرين نجرب نشوف سطرين ايضا لا بأس ايضا ممتعة ممتاز جيد طبعا ممكن ايضا هذه الاشكال تنزل الى الاسفل اسفل قليلا بهذا الشكل حتى تكون اكو متسع من المساحة بهذا المنطقة الان اكملنا تصميم جميل وبسيط في نفس الوقت نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى اشتركوا في القناة